اشتركوا في القناة امام النيجيريا اودونايو اديكوري فئة المسارع الحرة لسيدات 57 كيلوغرام حيث مباشرة بعد بداية المواجهة اظهرت اديكوري هيمنتها في وقت مبكر وصعبت منوراتها السريعة وضربتها الاسقاطية الاستراتيجية من مهمة الجزائرية عويسي وكان متوقع ان النيجيريا ستفوز دون محالة حيث كانت النتيجة تشير الى تفوق النيجيريا 5 لسفر قبل ان تتعرض عويسي لاصابة فوق العين على مستوى الرأس انهت مشوارها الولمبي وسارعت طاقم الطبي لاسعاف المصارع الجزائرية لكن كان من الواضح انها لم تعد قادرة على مواصلة القتال ووفقا لقواعد المصارع الولمبية تم اعلان فوز اديكوري بانسحاب الجزائرية وبعد المباراة قالت المصارع النيجيريا من المحزن النارى متنافسة تخسر بهذه الطريقة فوزية مسارعة قوية واتمنى لها شفاء العجل ما رأيكم في ذلك شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد